ايها المسلمون على كل ذي عقل حازم آمن بالله وباليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه لا تغفلوا عن محاسبة النفس الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله تسأل الله العافية والسلامة إن صاحب العقل الفطن والكيس الكريم الذي يحاول تزكية نفسه هو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت عمله للدار الآخرة فالدنيا لا تساوي شيئا والعاجز الضعيف الذي نسأل الله أن يكفينا شره وحاله من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله تتمنى على الله وقد أتبعت نفسه هواها لا بل حاسب نفسك وعمل لآخرتك وتوكل على الله وأخلص في عملك ثم اسأل الله القبول ألم يقل ابن الخطاب عمر رضي الله عنه وأرضاه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فاستعدوا يا عباد الله إذ أنكم ستعرضون ولن تخفى على الله منكم خافية أيها المسلمون في الخبر الصحيح لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان ماذا قال قال أن تعبد الله كأنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه يراك أيها المسلمون إن استحضار عظمة الله ومراقبته في حال العبادة أمر مطلوب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأتي ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه